المغرب بلد غني في كل المعايير بالأثار والمناطق الجميلة والمناظر وفيها طبعا كتير احنا النهاردة عدد السواح اللي موجود في المغرب قريل جدا بالنسبة للبوتنسيال بالنسبة للممكن يتعامل في المغرب عدد السواح حاليا لا يتجوز العشرة مليون والمغرب طبعا ممكن تستحق انها تجيب هدد سواح اكبر بكتير عدد الفنادق العالمية الموجود حاليا في مدينة كازابلانكا يعتبر قليل جدا بالنسبة للمدينة تجارية زي كازابلانكا عدد الفنادق العالمية موجود في مراكش بكسرة ومراكش الحمد لله قدرت انها تجيب شركات عالمية انها تبقى موجودة من اكبر شركات عالمية ولكن كازابلانكا ما زال ما عندهاش الوضع المناسب للشركات العالمية المفروض تبقى موجودة في كازابلانكا السقح العالمي متعود على مركة معينة او مركات معينة بيدور عليها في الدستيناسيون اللي بيروح فيها وبتساعد انها ترفع القيمة من المدينة او من البلد كل ما كترت الشركات العالمية الموجودة المركات اللي موجودة فيها كل ما قدت قيمة اكتر للمدينة وللبلد في نفس الوقت طبعا كل بلد بيبقى فيها طبع المحلي بيأثر على الفندق يعني النهاردة فندق موفين بيك في كازابلانكا مش هيبقى نفس فندق موفين بيك في تونس او في تركيا او في الهند يعني كل بلد وليها التطش المحلي بتاعها اللي لازم يبقى موجود في المعايير العالمية اللي احنا عارفينها بالنسبة للسيرفز بالنسبة للخدمة بالنسبة للأساسيات اللي موجودة ولكن طبعا بالنسبة للدكور تختلف من مدينة للمدينة لان بنحاول ناخد الطابع المحلي الموجود في المغرب عندنا ثلاث فنادق عندنا في موفين بيك مراكش وموفين بيك تانجا موفين بيك مراكش اكبر بكتير 500 غرفة نستقبل هناك تقريبا 500 الف سائح وغرف موفين بيك تانجا عندنا 250 غرفة بنستقبل هنا تقريبا حوالي 150 الف سائح تقريبا والمغرب تستاهل اكتر بكتير من عدد السواح اللي موجود حاليا ممكن نطلع بالرقم ده الأضعاف وثلاث أضعاف بسهولة كان فيه خطة ان احنا نوصل لعشرين مليون سائح الخطة دي ممكن ننفذها لو فعلا عدد شركات العالمية زاد في المغرب